السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مراتي في موضوع اه ناس كتير طلبته. احنا هنتكلم في بعض الحاجات البسيطة الاول. اللي بنلاقيها دايما مكتوبة على الجيربوكس او تخص الجيربوكس. الاوة هي اول حاجة الباور او القدرة او الاستطاعة. بنقسها بالواط او الكيلو واط او الحصان. فدايما الناس تقول لك الجيربوكس ده كم كيلو واط او كم حصان. طيب السرعة سرعة دوران الجيربوكس ده. وبيبقى دايما الجيربوكس ليه سرعتين. سرعة الدخول اللي هي بندخلها له سواء كبيرة وعايز اصغرها في الخروج او صغيرة وعايز اكبرها في الخروج. يبقى سرعة دخول وصرعة خروج. والسرعة دايما بنقسها او لفة في الدقيقة. يبقى دايما بنقول ايه? لفة في الدقيقة. عمود الدخول بيدينا كام لفة في الدقيقة. عمود الخروج بيدينا كام لفة في الدقيقة. الجير ريشيو او الريشيو بيختصر دايما احيانا بالريشيو اللي هو معدل التخفيض. يعني انا هدخل كام لفة فيطلعوا يقلوا يبقوا كام. النسبة هنا فين? او العكس. وده ملهاش واحدة. ليه? لان انا في الاخر بقسم. آآ سرعة بلفة على الدقيقة على سواء الدخول. والخروج سرعة لفة على الدقيقة. فلفة على الدقيقة. تطير مع لفة في الدقيقة يشيله بعض. يبقى فضل لنا رقم على رقم يبقى ملوش. وحدة. العزم. دايما العزم هو عكس السرعة. لو زودت السرعة العزم يقل. لو قللت السرعة العزم يزيد. طيب بنقيسي العزم بالايه? بالنيوتن في المتر. بالنيوتن في المتر. وهنعرفها ليه بعد جدا. طيب. اول حاجة الناس بتهتم بيها في الجيربوكس. من غير ما تخشوا جواه. من غير ما ما تشوفوا اصلا من جوا تفاصيله ايه? هي 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 البطاقة الشخصية او بطاقة التعريف بتاعت الجيربوكس. بطاقة التعريف بتاع الجيربوكس. تعال نشوف ادي جيربوكس اهو. ما نعرفش حاجة جواه اصلا. عليه بطاقة. البطاقة دي هي كل معلوماته معلوماته تقريبا. ولو انا هطلب واحد زيه من حد هتديه مجرد ما تديه له اللوحة دي يقدر يعرفه. سواء المورد بتاعه او مورد تاني. طيب. في عندنا نوعين من جيربوكس مشهورين قوي. او شكلين. جيربوكس زي الاولاني ده. اللي هو عمود دخول وعمود خروج. ما فيش مطور. المطور بيجي لوحده. او جيرد موتور. جيرد موتور يعني المطور بيبقى حتى من جيربوكس نفسه. الاتنين بيبقوا قطعة في بعض. طيب ايه الفرق? ده لي نيم بليت برضو. وده لي نيم بليت. فيه اختلاف بسيط منهم. اه فيه. طيب. هنلاحز ان الجيرد موتور غالبا بيبقى ليه اتنين نيم بليت. واحدة للجيربوكس. واحدة للمطور نفسه لان دخل عندي مكون جديد. الا وهو المطور. ايه بقى النيم بليت بتاعته? ناخد مثال. قادي منين بليت. كمثال. اول حاجة ده اسم الشركة المصنعة لي. وهنلاقي دايما دايما يحط لك اسم الشركة وعنوانها وبلدها. بعد كده نبحث بقى المسميات. الجير طيب. الجير طيب ده هو الموديل بتاع المطور. اه الموديل بتاع الجيربوكس فين في الشركة دي. خلي بالنا ان كل شركة بتنتج مجموعة الموديلات. الموديل ده ممكن يبقى موجود في شركة تانية. لكن باسم تاني ورموز تانية. لكن الموديل ده في الشركة دي بيبقى اسمه كده. اللي هو بي اس سي سي الف روباماوس تمانية واربعين على ستين. طيب. وايه كمان? سانة التصنيع بتاعته. اتصنع سانة كام? السريال نمبر. السريال نمبر يعني ايه? الشركة دي هو الرقم التسلسلي للجيربوكس. الشركة دي انتجت الف جيربوكس من النوع ده. من الطيب ده. وباعتهم في العالم. طيب. لما تيجي حضرتك تخطبها على بتاعك تحديدا. اه ده الرقم القوم بتاعه. اللي هو ايه? السريال نمبر. او الباور للسائلين تمنمية كيلو واط. يبقى الباور ده هو قدرة او استطاعة الجيربوكس. اللي هو احيانا بنوزلها بالرمز ان واحد على الن اتنين او الن اتنين على الن واحد. الجيربوكس ده بيدخله الف تمنمية وعشر ارب ام. ده سرعة الدخول. والخروج بتاعته اتنين وعشرين اتنين واحد ارب ام. يبقى بيدخله الف تمنمية وعشرة لفة بيخرجه اتنين وعشرين بوينت اتنين واحد لفة. الخروج على الدخول. يبقى نيجي نقسم الرقم ده على بعضه يطلع الرقم اللي تحت بنسميه او احيانا على بعض الان بيبقى بعض الان ده كانت بينه كلمة ايه ايه اللي هو على ايه ده بقى بيقول لك ان كل لفة اهو كل لفة في الخروج محتاجة انه يلف واحد وتمانين لفة وتقريبا ونص في الدخول. يبقى ايه? يبقى لازم يلف واحد وتمانين لفة ونص في الدخول عشان يطلع لي لفة واحدة في الخروج اللي هي واحد الى تمانية واحد بوينت اربعة تسعة واحد. بعد كده نوع الزيت اللي راكب جوه بيقول لك ده نوع الزيت. ممكن احيانا يكتب نوع زيت واحد واحيانا يكتب مواصفة زيت واحيانا يكتب مجموعة زيوت مجموعة شركات. كمية الزيت كام? بيقول لك حتحط لي كمية زيت مية لتر يكونوا بتاعتهم تلتمية وعشرين. يعني بتاعته تبقى الاستاندر العالمي. يبقى زيت بنسميه زيت تلتمية وعشرين. هل هو كده حدد? شركة معينة? لأ ما حددش شركة معينة. طيب. كده احنا اتكلمنا على بتاعت الجير بوكسي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن بتاعت الجير موتر. مع الف سلامة. السلام عليكم وبركاته.